ما فيش شك طبعا ان نادي الاهلي نادي كبير نادي عريق خليونا كده نتكلم بصراحة شوية ونقول ان النادي الاهلي اي مدير فني موجون ايا كان مين هو او ايا كان مين اسمه اعتقد انه هو عنده كل المقاومات اللي بينجح فيها مع النادي الاهلي علشان كده دايما بحب ان انا اتكلم وبقول ان يعني دايما بنراهن على لعيبة النادي الاهلي دايما بنراهن على الروح اللي موجودة في الفنية الحمر علشان كده دايما بيكون ترمومتر النادي الاهلي في لعبته اللي موجودة مدير الفني اللي موجود هو يعني مساعد قوي في اكيد امور فنية كثيرة وعديدة ومن تطوير اعداء لعيبة لكن تخيلوا حضراتكم له مدير فني ام يعني كف واللعيبة غير كف واللعيبة غير مؤهلة فنيا واللعيبة غير مؤهلة بدنيا واللعيبة عندها بعض النواقص الفنية اعتقد انه يكون فيه خلل كبير طبعا لو اللعيبة اللي موجودة على اعلى مستوى والمدير الفني يعني هنقول متوسط ممكن الامور تمشي لكن تخيلوا حضراتكم ان يكون فيه مدير فني كف ويكون فيه لعيبة كف اعتقد ان الموضوع هيمشي بشكل رائع جدا تجربة رائعة تجربة ممتازة تجربة محترمة مدير فني سويسري اعتقد ان اول مرة يكون فيه مدير فني او مدرسة سويسرية موجودة فيه النادي الاهلي مدرب صغير في السن مدرب يعني عنده طموح عنده احلام ودايما يعني احنا في ظهر النادي الاهلي يعني فما بالحضراتكم ان احنا دايما بندعم اختيارات المدير الفني للمنتخب بنقول احنا وراف اختيارات ولكن لما يخفق هنقول وهنعترض وهننتقد فما بالكم بالنادي الاهلي اللي احنا يعني خير كله اللي بيجلنا بيجلنا من ورا اسم النادي الاهلي ولا دايما هو اللي بيحطنا في مكانة كبيرة جدا احنا وراف 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 احنا ورا